اجتماعات حاسمة للبنوك المركزية الأكبر حول العالم خلال هذا الأسبوع والتي ستحدد مصار الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري ويمكن القول أيضاً إنها ستحكم على مصير الكثير من اقتصاديات الدول البداية من واشنطن حيث يعقد الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الأول هذا العام وسط توقعات بأن يكتفي بزيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.75% ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة سبع مرات العام الماضي بإجمال 425 نقطة أساس وهو ما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض وساهم في طباطئ معدل التضخم إلى مستوى 6.5% في ديسمبر الماضي ورغم هذه التحركات المتشددة من الفيدرالي الأمريكي التي تستهدف مواجهة أعلى معدل تضخم شهدته البلاد في 40 عاماً إلا أنه لا يزال بعيداً عن المستوى المستهدف عند 2% كما أن سوق التوظيف لا تزال قوية وهو ما دفع بعض الخبراء إلى توقع زيادة أكبر في الفائدة قد تصل إلى 50 نقطة أساس وبعد يوم واحد من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يجتمع البنك المركزي الأوروبي لبحث رفع سعر الفائدة حيث من المرجح أن يواصل المركزي الأوروبي رفع سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس حتى تصل إلى 3% من أجل السيطرة على التضخم وخفضه إلى مستوى 2% وفي أعقاب الأزمة الأوكرانية بدأ المركزي الأوروبي بتشديد سياسته النقدية في يوليو 2022 ليرفع سعر الفائدة أربع مرات بإجمال 250 نقطة أساس في أسرع وتيرة لرفع الفائدة على الإطلاق لكبح التضخم الذي ارتفع لأعلى مستوياته في 40 عاما وتترقب الأسواق العالمية اتجاه البنوك المركزية لبحث مسار الفائدة وفي حين تشير التوقعات إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم فإن الركود الاقتصادية آت لا محالة